السلام عليكم هنكمل كلامنا على الجزء اللي احنا مسكين كل بروسس نكلم عنها احنا خلصنا بروسس نيوماتيك خلصنا وخلصنا السيرمل هندخل دلوقتي في بروسس جديدة اللي هي ميكسينج تانك ميكسينج تانك دولت فيه منه فيه جوار اكشن وفيه منه مش جوار اكشن دولها اتنين سيستم احنا هنتكلم عن اتنين سيستم مرة واحدة بحيث انهم اتنين مرتبطين مع بعض وبعد كده بفضلنا سيستم واحد هنتكلم عنه ونبقى احنا خلصنا السيستمز اللي هي فيها فرسس اوردر اكوشن بعد كده بقى نبدأ بعدها على طول اللي هنحاول ازاي هنحل فرسس اوردر اكوشن ازاي هنحلها في الرسم وازاي هنحلها بال ايه الحلول بتاعتها بعد كده بقى نتقل في الابلاس شان نحسن الحل ويبقى الحل الحل اسرع بعد كده نحل الابلاس بعد كده مخلصنا في رسس اوردر على طول وطبعا انا الكلام سهل بس هو الكلام ده تقريبا اربعة خمس بحضراتين طبعا بقى نتكلم عن اول حاجة في في الميكسينج تانك عندنا في تانك بيبقى داخله كيو داخله اكس وهنا هوات اللي بيحصل احنا بنعتبر اللي احنا عندنا ان الواي اللي موجودة هنا ده كومبوزيشن فالواي اللي موجودة هنا هي الواي اللي بتطلع هنا هو مفروض ان هو ساعد مفروض ان الواي الكمبوزيشن اللي هنا ما بيبقاش هو الهنا بس احنا في السيستمز بتاعنا حتى الان بنشتغل ان هي الواي اللي هنا هي الواي اللي هنا فبالتالي عندي هنا في داخل وفيه concentration طالع وعندي ناوض اللي فيه Q هي نفس Q اللي خارج فإحنا عندنا المعادلة بتاعتنا عبارة عن إيه أنا QN minus Q بتساوي accumulation QN عبارة عن إيه عبارة عن Q في الـ X minus Q عبارة هي Q في الـ Y بتساوي accumulation هو عبارة عن V في الـ DY على الـ DT دي كده المعادلة بتاعت بتاعت لو أنا بحل معادلة البسيطة جدا وسهلة جدا بتتحل في ثواني ممكن كمان لو أنا محتاجة أضبط معادلة أكتر فـ X minus Y بتساوي V على Q DY على DT أضبط معادلة أكتر ويبقى عندي V على Q DY على DT plus Y بتساوي وممكن أقولين V على Q دي بتساوي عبارة عن الـ T DY على DT plus Y بتساوي الـ X وعندي هنا ممكن أقدر أقول إن أنا دايما بدا ما أنا عندي هاوض mixing tank mixing tank أن الـ time constant بتساوي فيها على الـ Q هاوضر أعوض فيها وشغل على طول بعد لدن mixing tank سهلة جدا وهو حاجة بسيطة يعني فيا رب أصل يجبنا للمتحن كل mixing tank يعني طيب لو أنا بقى عندي Qn minus Q out plus generation minus consumption بتساوي accumulation لو أنا عندي بقى فيه chemical reaction فبالتالي بقى عندي حاجة اسمها consumption بيظهر قدامي consumption ده بيبقى عبارة عن ها بس نجيب الشكل قدامنا كده هو نفس الشكل بالضبط موش أي اختلاف قلص بيظهر قدامي term consumption هو الـ R في V R في V R V minus هنا هو Q في الـ Y plus هنا minus برضو Q في X minus بتساوي accumulation V DY DT هنا الـ R دوت ده بيبقى الـ Rate فحنا عندنا الـ Rate أصلا من خد نافق كان ده كسبر عن يعبر عن K في الـ Y power N وحسب بقى الـ N ده عندي بكام فحنا لو عندي هنا الـ N بتساوي واحد فحنا بتقل لي هو K في الـ Y فعوض وخلاص على كده تبلغونا الـ N بتساوي 2 تبقى K Y قص 2 لا ده كده ما ينفعنيش انا لازم اشتغل linear system فأنا لازم يخليه linear system ازا هعمل ايه هعمل linearization فانا عشان عمل linearization فيبقى R بتساوي D R على DY في الـ Y هات بس ده الشكل ما عادة وصل حسب بقى الـ Y عندي هتبقى عاملة ازاي هقدر اصل للشكل ده وطو وطو واجب الحل حاجة زي كده طبعا هتبقى في المسائل فاني انت اما بص على الشكل ده هتلاقي ناسك مش فهمه شوية ففي المسائل هتلاقي ان شاء الله هنحل لها يعني تبقى واضحة طول ان شاء الله وانا السلام عليكم ونحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة